بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا بحب مادة المؤيسات لانها مادة محتاجة تفكير ومهارة وتركيز اهم حاجة في مادة المؤيسات ان انتو تبقوا فاهمين امتى نحط القانون وامتى نعوض وامتى استغل النقط اللي عندي في المسألة كلها يعني معنا كده ندائما في المسائل كل حاجة موجودة بالنسبة لي لازم هستخدم بدأنا الباب الاول بتاعنا باجاد المجهول وخدنا عليه مسائل كثيرة جدا حلناها كلنا مع بعض وكملنا بعد كده باب تكاليف الانتاج اللي قلنا بينقاسم الى جزئين الجزء الاول هو زمن التشغيل اللي احنا فعلا خلصناه مع بعض وتكاليف الانتاج اللي احنا بدأناها الحلقة السابقة تكاليف الانتاج كنا احنا وقفنا عند تمرين وكنا عايزين نشوف طريقة حله ازاي طب وهي ايه خطوات حل تكاليف الانتاج اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت ايوة انا قلت لو جيه قلي اعملي مؤيسة في خطوات لازم امشي عليها ايه الخطوات اللي انا لمزة مامشي عليها اول حاجة بجيب مجموع الاجزاء لو انا عندي ترتيب ابر او ترتيب الوان او ترتيب انواع للخامات يبقى لازم اول خطوة اجيب مجموع الاجزاء الخطوة التانية بجيب الطول الكلي ولو هو مديني الطول الكلي يبقى في الحالة دي بطلع منه عدد القطع الخطوة التالتة هي الوزن وبعد كده بجيب له التمن وبعد التمن ببدأ اجيب الاجور عشان اجمع كل اللي انا جبته ده في شكل جملة التكاليف من جملة التكاليف انا بقدر اطلع بعد كده تمام بيع القطعة بتاعتي او المنتج بتاعي مع اضافة نسبة الربح واتفقنا ان القطعة بتاعتي ممكن تبقى بلوفر ممكن تبقى فستان ممكن تبقى جاكت ايا كان المنتج ايه هو انا بسميه قطعة لان احنا منتجاتنا عبارة عن قطعة طبعا منتجاتنا بتاعت قسم التريكو كلها باقت مالية الاسواق دلوقتي وعلشان كده لازم نتدرب على حل تكاليف الانتاج بتاعتنا كويس جدا طيب نشوف مع بعض كده التمرين ده بيقول ايه ده التمرين اللي احنا وقفنا عنده الحلقة السابقة اللي كان بيقول لي مطلوب تشغيل اربعين فستان يعني القطعة عندي هنا بقت فستان طول الفستان تلاتة متر والعرض تمانين سمتي والماكينة نمرت اتناشر انجليزي يعني العد ده بتاعتنا نمرتها اتناشر من الوجهين يعني معنى كده ان القبر شغال على الوجهين طول الغرزة تلاتة على اربع او تلاتة اربع سانتي عدد اسطر سانتي ستتاشر سطر التشغيل يتم بترتيب ايه هو الترتيب اللي عندي قال لي عشرة سانتي سوف ورستد نمرت تمنتاشر سمن الرطل منه عشرين جنيه طيب نكمل مع بعض المسألة قال لي يليها يعني الاول كانوا عشرة سانتي كانت ورستد طيب يليها ايه بقى يليها اربع سانتي قطن يعني النوع التاني من الخامة قطن نمرته اتناشر وسمن الرطل منه خمستاشر جنيه استهلاك خامات عندي خمسة في المية يعني استهلاك خامات خمسة في المية يعني عندي في خيوط اتقطعت مني وانا شغالة مقدارها خمسة في المية ويستخدم في الخياطة بقرة واحدة لكل خمس فساتين سمنها اتنين جنيه يعني كل خمس فساتين انا محتاجة بقرة خياطة واحدة له ثمان البقرة دي كان اتنين جنيه والانتاج على ماكينة سرعتها اربعين سطر لكل دقيقة وناخد بالنا مدال دي ليه دي معناها الدقيقة يبقى معنا كده لو كن قال لي سرعتها بالساعة كده تختلف تماما ساعات العمل عشر ساعات يوميا وبعد كده بدأ لي الأجور قال لي اجرت اللف والتدوير واحد جنيه للرطل من النوعين نكمل مع بعض قال لي اجرت التشغيل للعامل تلاتين جنيه في اليوم اوه يبقى هنا بقى لازم اجيب عدد ايام لان هو هنا قال لي اجرت التشغيل للعامل تلاتين جنيه في اليوم يبقى معنا كده ان انا في عندي ايام اجرت التفصيل خمسة جنيه للفستان استهلات مكينات ومصاريف ادارية طبعا عشرين جنيه والارباح عشرين في المية يعني هو عايز ميعمل مني نسبة ارباح مقدارها عشرين في المية المطلوب عمل مؤيسة لتحديد سمن بيع الفستان يبقى تاني المسألة دي كيتعبارة على ايه عندنا قال لي هنعمل مجموعة من الفستان عددها اربعين فستان الفستان دي انا عايز اعملها بنوعين من الخامات ايه هم النوعين بتوعي اونسو فورستد وقطن انا تاني بشرح المسألة سفورستد وقطن يعني معنى كده ان الفستان بتاعي من النوعين سفورستد وقطن تمام ويقال لي نسبتهم عشرة واربعة يعني عشرة وورستد واربعة قطن تمام وبعد كده اداني تمن كل خامة والداني الاجور بتاعتي وعايز نعمل مؤيسة طب احنا اتفقنا ان اول حاجة في خطوات الحل اول ما يقول لي مؤيسة همشي بمجموعة خطوات ايه يا مجموعة الخطوات قلنا هنعمل اول حاجة مجموعة الاجزاء بس انا قبل ما ابدأ حل المسألة هنا كنت عايزة الفت نظرنا الحاجة مهمة اوي دايما فكرة المسألة بتبقى في ايجاد الوزن يعني ايه يا مس ايجاد الوزن يعني المشكلة كلها بتتحل اول ما بجيب الوزن لان انا عندي الوزن بيجبه اكتر من طريقة لو انا عندي ترقيم متري بيبقى الوزن فيه بالكيلو جرام لو انا عندي خامة طبيعية اوتنك التان او صوف او حرير بيبقى الوزن فيها بالرطل لو عندي ترقيم تيكس او دينير بيبقى الوزن فيها بالكيلو جرام لان الترقيم بيبقى مختلف طب عايزين نبدأ النهاردة حلقتنا في بداية حلنا وناخد الاربع قوانين دول قانون الترقيم المتري قانون الوزن بالرطل وقانون الترقيم التكس ويدنيا علشان على اساس هنبدأ نشتغل طيب نبدأ مع بعض كده نحضر ورقنا وقلمنا ونبدأ نشتغل مع بعض القانون الاولاني لو هو جالي وقال لي ترقيم خامات طبيعية يعني ايه خامات طبيعية لو قطن كتان صوف فبران فسكوز ايا كانت الخامة طبيعية وقال لي وجيدي الوزن يبقى اول حاجة هكتبله قانون الوزن بالرطل دي اول حاجة عندي لو انا عندي الخامة طبيعية طيب الوزن بالرطل بيساوي ايه ايوة نشد خط كبير كده عشان يكفي كل القانون العرض بالصانتي يعني عرض القماش بالصانتي في اتنين على خمسة اللي هي عشان احول الصانتي الى بوصة في الجوج اللي هو نمرت الماكينة في عدد الاوجه يعني اشوف عدد الاوجه اللي عندي اللي شغالة وجه واحد ولا وجهين في طه مين طه دي طه دي اللي هي طول الغرزة اكمل مع بعض بكمل تحت اهو في عدد اسطر الصانتي اللي هو بيقى مدهالي في طول القماش بالصانتي واخد بالي من النقطة دي كويس اوي لازم يكون طول القماش بالصانتي لانه لو جالي غير كده ودائما بيجيلي بالمتر يبقى لازم هحوله الى صانتي بقسم كل ده على 100 عشان يبقى الطول بالمتر بضرب في 35 على 32 ايه 35 على 32 دي هي ثابت التحويل بتاع من متر الى يارد تمام وبضرب هنا في نمرت الخيط وبعد كده في الطول الثابت القانون ده هو القانون الوحيد اللي بشتغل فيه مع كل الخامات الطبعية قطن كتان حرير فبران صوف طب الملق القانون التاني اه لو انا عندي ترقيم متري هيبقى فيها الوزن بالكيلو جرام ليه الوزن بالكيلو جرام لان الترقيم المتري الوزن فيه بيبقى بالجرام والطول بالامطار وعشان الطول بالامطار هيبقى عندي اول حاجة العرض بالسانتي في اتنين على خمسة اللي احنا حطيناها زي فوق بالزبط في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي احنا اتفقنا اللي هي متوسط طول الغرزة في عدد اسطر السانتي اهي واكمل في طول القماش بالسانتي كل ده بقسمه على مية بس هنا بقى انا مش هضرب في خمسة وثلاثين على اتنين وثلاثين لان انا محتاجة الطول ده يفضل بالمتر تمام وتحت هتكون النمرة متري وهقسم على الف طب النمرة متري اه انا لازم استخدم القانون ده لما يجي في المسألة يقول لي النمرة متري طب ومال لي الف ايوة الف دي عشان احول هنا الوزن بالكيلو جرام لان انا اقيل هنا ان الوزن بايه بالكيلو جرام يبقى ده القانون الاولاني اتفقنا في حالة الخامات الطبيعية اللي هي زي القطن الكتان الصوف الفبران الحرير ده الوزن بالكيلو جرام في حالة الترقيم المتري وعندي القانون التالت في حالة اتكس ايوة يبقى الوزن بالكيلو جرام في حالة ايه في حالة ترقيم التكس او يعني لو جالي مسألة وقال لي الترقيم تكس هتساوي ايه ايوة اهو هنعمل برضو شرطة كسر كبيرة ليه لانه هي نفس الطول بالامطار يبقى هبدأ بالعرض بالصانتي في اتنين على خمسة في الجوج في عدد الاوجه زي ما احنا متفقين في طه متوسط طول الغرزة اكمل تحت في عدد اسطر الصانتي في طول القماش بالصانتي كل ده في البسط طيب ما الايه اللي في المقام بقى هقسم عالمية عشان احول الطول كله الى متر تمام وهضرب تحت فالف عشان احول الوزن للكيلو جراب امال فين النمرة ايواء النمرة هتتحطي لي فوق وهنا النمرة تيكس بس بس كده لا ده لسه في الف تانية اللي هي الالف السابت بتاعة ترقيم التكس يبقى تحت الخمسة بتاعة اتنين على خمسة وفي عندي الالف الاولانية اللي هي عشان عندي ترقيم التكس طول السابت الف مت عندي مية عشان حولت طول الخيط من سنت الى مت وعندي الالف عشان حولت الوزن الى كيلو جرام تمام وطبعا فوق النمرة تيكس ده القانون لو هو مديني الترقيم تيكس طب ولو قال لي الوزن بالكيلو جرام لو الترقيم دينير ودي مسائل كلنا بنتعرض لها وفي مسألة منهم جات لي على يوتيوب وان شاء الله يبقى فيه وقت نحلها مع بعض هقول هو هو نفس قانون ترقيم التيكس بالزبط يعني هبدأ بالعرض بالصمتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه في عدد اسطر الصمتي نفسه هو في طول القماش بالصمتي وبقسم برضو على 100 بس كده لا في اختلاف ايه هو الاختلاف احنا قلنا هنا ان الطول السابت لتيكس 1000 لكن للدينير 9000 تمام وبعد كده برضو بقسم على 1000 عشان احول الوزن الى كيلو جرام تمام امال النمرة فين ايوة النمرة فوق هنا بس هقول عليها النمرة دينير دول كده الاربع قوانين بتاعنا قانون الوزن بالكيلو جرام وقانون الوزن التاني بالكيلو جرام برضو بس دينير يبقى واحد تيكس والتاني دينير والوزن بالرطل في حالة الخامات الطبيعية اوتنك التان حرير فبرون فسكوز اي خامة طبيعية هتقابلني هحط لها قانون وزن برطل طيب القانون الرابع القانون الرابع اللي هو خاص بالترقيم المتري اللي هو بيبقى فيه الطول بالانطار والوزن بالجرام علشان كده اسمنا على الف عشان برضو احاول الوزن الى كيلو جرام كده انا حبيت الاول ناخد الاربع قوانين بتاعنا اللي هم اساس عندي مادة المعاييسات في التكاليف يبقى لازم استخدم في كل مسألة قانون منهم يا اما قانون الوزن بالرط يا اما قانون وزن بكيلو جرام حسب نوع الخام طب المسألة اللي احنا شفناها النهاردة كانت بتقول لي خامتين صوف وقطن اه يعني اللي اتنين خامة طبيعية يبقى اللي اتنين انا هستخدم معهم القانون الاولاني هو قانون الوزن بالرط طب نبدأ مع بعض كده حلو وشوف اول حاجة عندي انا طبعا هنا عشان اعمل المؤيسة لازم اطبق قانون مجموع الاجزاء ليه انا اخترت مجموع الاجزاء جبت مجموع الاجزاء عشان قال لي عندك نوعين عشرة زائد اربعة مين العشرة ومين الاربعة ايوا العشرة دي عيدة على الصوف اللي هو قال لي عليها والاربعة دي هي القطن عشان كده اول خطوة في الحل قلت مجموع الاجزاء بعشرة زائد اربعة هتساوي اربعة اشر طيب الخطوة التانية هقول الطول الكلي بالمتر اه دي قانون الطول الكلي بالمتر بيساوي ايه عدد القطع في طول القطع بالمتر عدد القطع عندي هنا قال لي كم فستان ايوة قال لي اربعين فستان في قال للقطع الواحدة طولها كام طولها تلاتة متر يبقى اربعين في تلاتة طلعت لي مية وعشرين متر يبقى انا كده جبت اول جزئية عندي عشان اعمل المؤيسة بتاعتي الخطوة اللي بقى اول خطوة جبت مجموع الاجزاء الخطوة التانية جبت الطول الكل بالمتر الخطوة التالتة هجيب الوزن بالرطل للصوف الورستد طبعا اللي هو لسه نكتب القانون بتاعه دلوقتي اهو ولازم في كل مرة نكتب القانون بتاعنا لانه بيبقى عليه درجات طبعا القانون بتاعه بيقول لي العرض بالصانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي احنا اتفقنا عليها انه متوسط طول الغرزة في عدد اسطر الصانتي وكمل في طول القماش بالصانتي على 100 في 35 على 32 تحت نمرت الخيط في الطول السابت طيب نبدأ نعود ايوه اهو هتساوي هبدأ اشيل كل رقم كل كلمة وحط رقم العرض بالصانتي عندي كام العرض عندي بالصانتي 80 في 2 على 5 الجوج بتاعي 12 عدد الاوجه 2 طول الغرزة احنا اتفقنا انها 3 تربع في عدد اسطر الصانتي 16 في الطول احنا اتفقنا انه كام 120 متر يبقى 120 على 100 بس احنا قلنا هنا متر والقانون بتاعي بيقول طول القماش بالصانتي يبقى هضرب في 100 واسمت على 100 تحت وهكمل في 35 على 32 ونمرت الخيط بتاعتي كانت 18 ورست فضربت في 560 وعندي كمان استهلاك في 105 على 100 انا كده اشتغلت صح لا للأسف لو انا طبقت على كده يبقى انا كده في عندي غلطة ايه الغلطة انا لو طبقت القانون ده كله كده انا كده ايه الغلطة اللي عندي ان انا هنا ما استخدمتش نسبة الورست مع ان انا بقول انا بجيب الوزن للورست يبقى لازم لما اجي اعمل كده لازم اضيف فوق في 10 على 14 العشرة العشرة دي هي ترتيب الورست وال14 هي مجموعة الاجزاء وطلعت معايا 90 رط ايوة ما ننساش النقطة دي مهمة جدا ان انا حطيت ترتيب الورست على مجموعة الاجزاء بعد ما بجيب كل خامة ببدأ اجيب تمنها يعني دلوقتي جبت وزن الورست اما حاجة عندي وانا بجيب الوزن لازم احط الترتيب لان انا قلت عندي 10 بس هي اللي شغال ورست 10 من كل 14 يعني في 4 تانيين شغالين نوع تاني لو انا ما حطيتش 10 على 14 يبقى انا معناها ان بقول ان الفستان كله كان ورست لا دي مش حقيقة ده هو قال لي 10 بس من ورست وفي 4 تانين خامة تانية يبقى انا لازم بعد ما بكتب القانون بحط نسبة الخامة بتاعتي اللي قال الورست 10 يبقى 10 على 14 تمام بعد ما طلعت الوزن 90 الخطوة اللي بعد كده بجيب له 8 اهو يبقى انا جبت 8 انا عندي جبت 90 رطل طلعت 90 والرطل قال لي 20 جنيه يبقى 90 في 20 هتساوي 1800 جنيه ومن هنا كل حاجة هطلحها بجنيه هرقمها وهنعرف في الاخر انا هرقمها ليه طيب بعد كده بجيب وزن ايوة بالرطل لمين للقطن مش احنا جبنا للورستيد اه يبقى لازم اجيب للقطن بنفس تعويض القانون اهو نفس القانون بتاعي العرض 80 في 2 على 5 هنا انا بقى ما كتبتش القانون لان انا كتبقى قبل كده في وزن الورستيد 80 في 2 على 5 الجوج 12 عدد الاوجه 2 وطول الورزة 3 4 عدد استرس الطول بتاعي 120 متر فهضرابه في 100 واقسم على 100 تمام في 35 على 32 وتحت عندي نمرت الخيط ايوه نمرت الخيط عندي 12 في 840 انا كده اشتغلت صح نرجع تاني فين ترتيب القطن قال اللي ترتيب القطن 4 يبقى بضرب في 4 على كام على 14 دي النسبة بتاعة القطن وهتطلع 36 رطل طبعا فيه بعد كده فيه هنا لسه نسبة الاستهلاك اللي هي 105 على 100 طيب طلعتها 36 رطل بعد ما طلعت 36 لازم اجيب له 8 زي ما جبت لي الورست 8 وكتبت على ان ده رقم واحد هرجع اجيب للقطن برضو 8 وقول 36 رطل والرطل قال لي 15 وطلعت لي 540 جنيه ودي هتبقى رقم 2 يبقى انا جبت رقم واحد وزن الورست وثمن الخطوة الثانية جبت وزن القطن وإيه وثمن الخطوة الثالثة عايز اجيب عدد البكر بيقول لي ايه في عدد البكر قال لي الواحد بقرة بتخيط 5 فستين الواحد بقرة بتخيط 5 فستين طب انا عندي كم فستين عندي 40 فستين يبقى البكر تمام هعمل طرفين فوسطين يبقى بتساوي 1 فاربعين على 5 يبقى انا محتاجة لكمية الفستين دي كلها 8 بقرات تمام طب هو ايه اللي بقى في المسألة البقرة كان ب2 جنيه يبقى انا هقول له 8 البكر هتساوي هتساوي ايه 8 في 2 هتساوي 16 جنيه ودي هتبقى 3 يبقى انا اول واحد عندي قلت ان هي وزن الورست وتمن الخطوة التانية جبت وزن القطن وتمن الخطوة التالتة جبت عدد البكر وتمن طيب نكمل مع بعض المسألة بعد كده اجيب اجريت اللف ناخد بالنا من الخطوات كويس قوي ليه لان انا لازم امش بخطوات معينة ايه الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها قلت اول خطوة عندي هي بجيب اول حاجة مجموع الاجزاء جماعة العشرة زائد الاربعة وبعد كده بجيب الطول الكل بالمتر بعد ما بجيب الطول الكل بالمتر ببدأ اجيب وزن كل نوع جبت وزن الورست وتمن وبعد كده جبت وزن القطن وتمن ودلوقت اجرة اللف والتدوير اجرة تشغيل اجرة تفصيل ولو فيه اجرة كي اجرة تغليف ولو فيه مصاريف وبعد كده بجمع كل الجنيهات دي يعني معنى كده انا بحسب كل جنيه اتصرف على الطلبية بتاعتي وبعد كده لازم كمان هتضيف نسبة اربح طب نكمل كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه هجيب بعد كده اجرت اللف والتدوير اجرت اللف والتدوير عندي قال لي الرطل بجنيه طب انا عندي كم رطل عندي تسعين رطل وورستيد تمام وعندي ايه كمان وعندي ستة وتلاتين قطن يبقى تاني انا عندي تسعين رطل وورستيد وعندي 36 قطن هو قال لي الرطل بجنيه يبقى هتساوي 126 رطل الرطل بكام بجنيه يبقى اجرت التدوير هتساوي 126 في واحد هتبقى 126 جنيه ودي هتبقى رقم 4 تمام عايز اجيب بعد كده عدد الايام ليه عايز اجيب عدد الايام لانه قال لي عندك عامل والعامل بياخد اجر يومي يبقى هقول له الانتاج اليومي بالمتر ليه انا قلت الانتاج اليومي بالمتر ان انا عندي قانون عدد الايام بيساوي الانتاج الكل على الانتاج اليومي الانتاج الكل عندي 120 متر وعندي كمان 40 فستان يعني عندي 120 متر وعندي 40 فستان ده كده انتاج كلي وده انتاج كلي هاخد انهي واحدة منهم حسب اللي تحت لو اللي تحت عدد فستين يبقى انا هياخد الاربعين لو اللي تحت عدد امطار طبعا اللي تحت هيبقى امطار ليه لانه مدني في المسألة سرعة وما دان مديني سرعة يبقى انا هجيب الانتاج اليومي بالمتر اللي هو بيساوي اهو السرعة لكل دقيقة اه حطيتها هي لكل دقيقة في ستين عشان انا عندي السرعة بالساعة في عدد ساعات العمل تمام في عدد الماكينات على عدد اسطر السانتي في مي طبعا لو قالي المصنع في ورديات كنت هشتغل برضو بالورديات لكن بدان ما قاليش ما بحطش عدد الورديات طب اعود هشيل السرعة وحط اربعين في ستين في عدد ساعات العمل عشرة عدد الماكينات قالي واحد على عدد اسطر السانتي ستاشر في مي وهحسبها هتطلع خمستاشر متر اه يبقى انا كده جبت الانتاج اليوم بالمتر يبقى انا في الحالة دي هاخد الانتاج الكل بالمتر يبقى عدد الايام هتساوي الانتاج الكل بالمتر كان مية وعشرين والانتاج اليوم طلعناه خمستاشر يبقى طلعناها ثمان ايام يبقى المصنع هنا او العامل هيشتغل ثمان ايام عشان ينتج لي الطلبية طب اليوم بقى كام قالوا قال للعامل بياخد في اليوم تلاتين جنيه طب العامل اشتغل ثمانة يام واخد في اليوم تلاتين جنيه يبقى هيااخد في المدة كلها قد ايه يبقى هقوله اجر مدة التشغيل او اجر العامل او اجور التشغيل طب نكمل اهي واقول له اجور التشغيل اجور التشغيل عندي هتساوي قال لي العامل بياخد تلاتين جنيه وهو هيشتغل ثمانا تيام يبقى تلاتين في ثمان ايام ايه التلاتين دي هو الاجر اليومي وايه التمانية هي عدد الايام هتساوي ميتين واربعين جنيه ودي هتبقى رقم خمس عشان دي رقم جنيه اللي طلعت بعد كده رقم خمس طيب عندي بعد كده اجرت التفصيل ايوا اجرت التفصيل عندي كام قال لي الفستان الواحد بخمسة جنيه طيب انا عندي كم فستان عندي اربعين يبقى خمسة في اربعين هتساوي ميتين جنيه ودي رقم ستة طيب نكمل عندي قال لي مصاريف عشرين جنيه اه ممكن تبقى عشرين ممكن تبقى تلاتين ممكن تبقى نسبة تانية خالص ويه هنقول دي هتبقى رقم سبعة واجي بعد كده واقول له جملة التكاليف ايه جملة التكاليف دي بقى اللي احنا جمعنا فيها من اول رقم واحد ايوا رقم واحد كانت عندي اللي هي تمن الورستيد كان 1800 زائد الرقم التاني كان 540 زائد الرقم التالت كان 16 اللي هو تمن البقر زائد رقم اجرة اللف وتدوير كانت 26 وعشرين زائد 240 اللي هي اجرة التشغيل زائد اهو بنجمع زائد المتين اللي هي اجرة التفصيل زائد الـ 20 جنيه المصاريف الادارية يبقى انا كده جمعت كل اللي انا حسبته عرفنا احنا ليه بنرقم برقم عشان ما تهش عشان ابدأ اجمع كل اللي انا رقمته ده وفي الاخر طلعتلي 2942 جنيه يبقى انا كده جبت جملة التكاليف بس هو ايه اللي عايز يعمل مؤيسة لتحديد ثمن البيع انا كده عملت مؤيسة عشان جبت جملة التكاليف يبقى فاضل اخر خطوة اللي هي ثمن البيع بعد اضافة الارباح يبقى تاني لو قال لي عملي مؤيسة لجملة التكاليف انا كده قريزي عملت له المؤيسة لغاية جملة التكاليف لكن هو ايه اللي عايز زعم المؤيسة لإيجاد ثمن البيع بعد إضافة الأرباح يبقى هاجا أقول له إيه أيوة ثمن البيع بعد إضافة الأرباح قال للأرباح كام قال للأرباح 20% يبقى هتساوي هشد شرطة كسر كبيرة وحط جملة التكاليف في نسبة الرابح زائد 100 يعني 120 على 100 وأنا عندي 40 فستان هيطلع تقريبا 88 جنيه و2 من 10 وخده خلصت مسألتنا يبقى تاني مسألة بتاعتنا كانت جميلة جدا فيها تقريبا حاجات كتيرة جدا لما اتلينا جزء كبير من الباب كان فيها نوعين من الخمات صوف وورستد وقطن بدأت عشان أحسب لازم أجيب كمية الورستد لوحدها وكمية القطن الوحدها عشان ده ليه سعر وده ليه سعر وده ليه نمرة وده ليه نمرة علشان كده كان لازم أجيب وزنين وزن للورستد وثمنه ووزن للقطن وثمنه بعد ما جبت الوزنين وثمن كل واحد منهم بدأت أحسب كل جنيه صرف ايه كل جنيه ده أجرت اللف والتدوير أجرت التفصيل أجرت كي أجرت تشغيل أي أجور عندي هو مدهاني بحسبها عادي خالص وبعد كده بعمل جملة التكاليف كل جنيه بيطلع عندي أنا برقمه عشان أتأكد أن أنا مشة صح في الآخر خالص أنا بشوف أنا وصلت الرقم كام لو أنا وصلت مثلا لرقم سبعة بعد الجنيهات اللي موجودة عندي في المسألة لو طلعوا سبعة يبقى أنا كده تماما نسيتش حاجة لكن لو طلعوا أكتر أو أقل يبقى أنا لازم أراجع على نفسي مادة المؤيسات بالذات محتاجة وإحنا شغالين بنحل أن أنا براجع على نفسي في الخطوات لأن أنا لو غلطت في رقم ضيعت الدنيا تمام بعد ما جمعت جملة التكاليف كان لازم أضيف نسبة ربح قال لي نسبة الربح 20% وأنا عندي قانون بيقول لي ثمن البيع بعد إضافة الربح بيساوي جملة التكاليف في نسبة الربح زائد مية على مية في عدد القطع وأنا كده جبت ثمن البيع وخلصت المسألة بتاعتي طب عايزين نشوف بقى مع بعض مسألة تانية وناخد بالنا منها كويس أو طب نكمل هذه مسألة تانية هي عندي بتقول لي تمرين 7 صفحة 66 وزي ما احنا اتفقنا أنا دايما بنحط رقم الصفحة ده السبب علشان خاطر لو حبنا نرجع للمسألتين التمرين ده بيقول لي إيه مصنعت ليكم مطلوب منه انتاج 240 جلي على ماكينة مستطيلة جاكار حسب المواصفات الآتية الماكينة نمرت 12 والقبر من الوجهين متوسط طول الغرزة بتاعي 3 ربع وعدد أسطر السنتي 16 وترتيب التشغيل ترتيب التشغيل عندي قال لي إيه اتنين سطر أبيض سوف سعر الرطل منه 28 جنيه واتنين سطر أحمر سوف برضو سعر الرطل منه 26 جنيه اتنين سطر أسود برضو سوف سعر الرطل منه 24 جنيه يبقى أنا عندي هو عبارة عن بلوفر مقلم من 3 ألوان أبيض وأحمر وأسود والأبيض والأحمر والأسود دول نوعهم سوف تمام بس كل اللون منهم ليه تمن قال لي يتم التشغيل من سوف ورستد نمرته 36 على 2 يبقى هو هنا مديني إن الخامة هي خامة ورستد ومديني نمرتها 36 على 2 يعني التلاتة نمرتهم واحدة حتى نهاية التشغيل واستهلاك خامات 4% وبعد كده قال لي يوضاف 27 واثنين من عشرة رطل للون الأسود لعمل البروز الجيل بتاعنا أو البلوفر بتاعنا أمعمله برواز البروز ده بتاعه لونه أسود يبقى أنا لازم لما أجيب اللون الأسود هضيف عليه وزن البروز طيب نكمل مع بعض قال لي عرض الجيلة 50 سنتي والجيلة قطعتين أمام وخلف بطول 70 سنتي الانتاج على أربع ماكينات لكل ماكينة عامل يعني أنا معناك أنا عندي أربع عمال سرعة الماكينة بقى الواحدة كام 40 سطر لكل دقيقة عدد ساعات العمل 8 ساعات العمل اليومية بتاعتي طيب قال لي الأجور والمصاريف قال لي يحتاج الجيلة 8 زرائر سعر الزرار 25 قرش أجرة التدوير 160 قرش للرطل أجرة التشغيل للعامل 30 جنيه في اليوم استهلاك ماكينات 3 جنيه في اليوم أجرة التفصيل 6 جنيه للجيلة يعني كل جيلة بيتفصل لي ب6 جنيه قال لي مصاريف إدارية 10% من جملة التكاليف قال لي الأرباح 20% من جملة التكاليف المطلوب أيوة دي أهم حاجة عندي المطلوب عمل مؤيسة لهذه الطلبية لتحديد سمن بيع الجلي طيب عايزين نشوف بقى أول حاجة في خطوات الحل نركز كده مع بعض كويس أوي أنا أول خطوة في الحل برضو هعمل مجموع الأجزاء ليه هعمل مجموع الأجزاء عشان أنا عندي 3 ألوان من الصوف أحمر وأغضاء وأسود وأبيض يبقى أنا لازم أشوف الترتيب بتاعهم إيه قال لي 2 أحمر 2 أبيض و2 أسود بس قال لي البرواز هيتعمل لونه أسود يبقى أنا في الحلة دي هجيب وزن الأبيض لوحده ووزن الأحمر لوحده ووزن الأسود لوحده ولما جا جيب وزن الأسود هضيف عليه نسبة البرواز بس ناخد برنا من نقطة مهمة أوي إن أنا في المسألة دي هجيب وزن واحد مش 3 أوزين طب ليه هجيب وزن واحد مع إن أنا عندي 3 ألوان أيوة لأن كلهم نمرد خط واحدة يبقى أنا هتعب نفسي لي واجيب 3 أوزين أنا هجيب وزن واحد وبعد كده السم طب نشوف مع بعض كده خطوات حلنا إيه مجموع الأجزاء هتساوي 2 زائد 2 زائد 2 هتساوي 6 الطول الكل بالمتر بيساوي 240 اللي هو عدد الجليهات بتاعتي في 140 عشان أقلي قطعتين والقطع 70 وبقسم على 100 عشان أجيب الطول بالمتر تمام بعد كده بجيب الوزن بالرطل وكتبت القانون اللي أنا متعودة عليه ليه كتبت القانون ده عشان نوع الخامة صوف فطبيعي استخدمت قانون الوزن بالرطل بيساوي العرض بالصمتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة في عدد أسطر الصمتي في طول الأمش بالصمتي على 100 في 35 على 32 وتحت نمرت الخيط والطول السبت وبعد كده ببدأ أعود هشيل طبعا العرض وحطيت 50 2 على 5 بتنزل زي ما هي الجوج 12 عدد الأوجه 2 طول الغرزة 75 من 100 أو 3 ربع عدد أسطر الصمتي 16 الطول 336 متر فضربت في 100 على 100 في 35 على 32 وتحت نمرت الخيط 18 ورست فضربت في 560 وضفت نسبة الاستهلاك بتاعتي 104 على 100 طلعت لي وزن الكمية كلها 218 و4 من 10 رطل طب أنا كده هل بالوزن ده أقدر أكمل بقيت خطواتي لا لسه ده ده كده وزن الكمية كلها بالتلات أنواع مع بعض لكن أنا عندي الأبيض ليه 8 والأحمر ليه 8 والأسود كمان له 8 علشان كده لازم أقسم ال218 دول جزء منهم أبيض وجزء منهم أحمر وجزء منهم أسود طب هقسمهم ازاي عن طريق مجموع الأجزاء اللي احنا عملناها في الأول أنا قلت 2 زائد 2 زائد 2 وطلعتها 6 يبقى أنا عشان أجيب وزن الأبيض هضرب في 2 على 6 أجيب وزن الأحمر برضو هضرب في 2 على 6 وكذلك بالنسبة للأسود طب نكمل مع بعض كده المسألة بتاعتنا ونشوف هتاخدنا لغاية فين جبت أهو وزن الأبيض دربت 218.4 في 2 على 6 وطلعت 72.8 راك وأنا عندي ثمن الأبيض 28 جنيه فضربتها في الثمن وطلعتها 2048.4 جنيه ودي هتبقى رقم واحد بالنسبة له بعد كده جبت وزن الأحمر برضو خدت الوزن الكلي دربته في 2 على 6 طلعت لي برضو 72.8 دربتها في 26 عشان ثمن الأحمر 26 طلعت 1892.8 جنيه ودي بقت رقم 2 نكمل مع بعض بعد كده جبت وزن الأسود بس وانا بجيب وزن الأسود ضفت البرواز اللي هو قال لي مقداره 27.2 يبقى خدت الوزن الكلي 218.4 دربته في 2 على 6 عادي خالص زي بقية الأوزان وجمعته عليه البرواز اللي هو قال لي 27.2 طلع لي 100 رتل عندي بعد كده ثمن الأسود اللي انا جبته الرتل بتاعي بـ 24 وانا عندي 100 دربتي 100 فـ 24 بـ 2400 جنيه ودي هتبقى رقم 3 بعد كده جمعت الأوزان بتاعتي كلها وزن الأبيض ووزن الأحمر ووزن الأسود بعد إضافة الاستهلاك وطلع لي 245.6 رتل عشان يجب لهم أجرة اللف قال لي أجرة اللف في 160 قرش فدربت مجموع الأوزان بتاعي في 160 واسمت على 100 طبعا عشان أنا بشتغلش بالقرش أنا بشتغل بالجنيه طلع لي 392.96% ودي رقم 4 نكمل مع بعض وعايزة أجيب أجور التشغيل قال لي أجور التشغيل اللي عامل بيتقاضي 30 جنيه في اليوم يبقى أنا لازم أجيب عدد الأيام زي ما احنا حلناها مع بعض من شوية قلنا عدد الأيام بيساوي الإنتاج الكل على الإنتاج اليوم الإنتاج الكل قردي موجود يبقى أنا لازم أجيب الإنتاج اليومي الإنتاج اليوم بالمتر بيساوي السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات في عدد أسطر وصمتي وتحت بقسم على العدد الأسطر ومي شلت كل كلمة وحطت رقمها يعني السرعة الكل دقيقة شلتها وحطت 40 في 60 عشان نشتغل بالساعة في عدد ساعات العمل كانوا 8 وعدد الماكينات بقوا 4 وطبعا لو أنا عندي ورديات بضفها بقسم على عدد أسطر وصمتي اللي هي 16 بضرف في 100 تحت عشان أحول الصمتي إلى متر طلعت لي 48 متر طب نكمل مع بعض وبشوف عدد الأيام عدد الأيام بتساوي الإنتاج الكل بالمتر اللي هو 336 متر على 48 متر اللي احنا لسا مطلعينها دلوقتي الإنتاج اليومي طلعت لي 7 أيام طبعا أنا هنا مش هحط فلوس أنا في الحالة دي مش هرقمها لأن دي عدد أيام لكن من عدد الأيام دي بقى هقدر أجيب أجور التشغيل هو قال لي العامل بيتقاضى 30 جنيه في اليوم وقال لي أنت عندك أربع مكينات وكل عامل بيقف على مكنا يبقى 30 اللي هو الأجر اليومي في سبعة اللي هي عدد الأيام في الأربعة اللي هم عدد العمال يبقى 30 في سبعة فاربعة طلعت لي 840 جنيه ودي رقم خمسة اللي هي أجرة التشغيل قال لي عندك استهلاك مكينات في اليوم 3 جنيه طب أنا عندي كم يوم؟ عندي سبعة أيام يبقى 3 في سبعة بواحد وعشرين جنيه دي رقم 6 قال لي بعد كده عندي كمان أجرة التفصيل 6 جنيه للجليه طب أنا عندي كم جليه؟ عندي 240 جليه يبقى 6 في 240 هتساوي 1440 جنيه ودي هتبقى رقم سبعة طيب نكمل مع بعض عندي عدد الزرائر أيوة قال لي الزرائر كام؟ 240 جليه والجليه الواحد محتاج 8 زرائر يبقى 240 جليه هضربهم في 8 يبقى أنا عندي 1920 زرار برضو مش هرقمها لأنها ليست بالجنيه يبقى هجيب 8 الزرائر هتساوي 1920 إذا ما احنا اتفقنا دي عدد الزرائر وقال لي الزرار بـ 25 إرش فهضرب في 25 على 100 عشان أنا باشتغلش بالإرش وأنا عارفة إن الجنيه في 100 إرش فأسمت على 100 تلعيت لي 480 جنيه ودي رقم 8 نكمل مع بعض وأبدأ بعد كده أقول جملة التكاليف جملة التكاليف هبدأ أجمع كل الأرقام اللي أنا طلعتها من أول وزن الأبيض ووزن الأحمر ووزن الأسود بأتمنهم وبعد كده ضفت الأجور بتاعت كلها أجرة التشغيل وأجرة التفصيل وتمن الزرائر كل الأجور دي جمعتها طلعت 9,515 و16 من 100 جنيه قال لي عندك قال لي عندك المصاريف 10% من جملة التكاليف يبقى أنا هقول له جملة التكاليف بعد إضافة المصاريف هضرب جملة التكاليف في 110 على 100 ويبقى أنا كده طلعت جملة التكاليف بتاعتي بعد إضافة المصاريف وآخر حاجة 8 بيع الجليه بعد إضافة الأرباح اللي هو بيساوي جملة التكاليف في نسبة الربح زائد 100 وبقى سمتحت على 100 في عدد القطع طلعت لي 52.2 جنيه دي كانت المسألة بتاعتنا السهلة البسيطة خالص اللي ما فيهاش أي حاجة كانت عبارة عن بس فكرتها إن أنا عندي 3 أنوان ولكن ليست أنواع علشان كده أنا جبت وزن واحد عشان عندي نوع خامة واحد لكن لما أنا جبت إحتارت بقى أنا جيب كل وزن الواحد وبعد ما جبت وزن الكمية كلها عشان قال الأبيض له تمن والأحمر له تمن والأسود له تمن فكان لازم أقسم كل نوع منهم كميته قد إيه عشان أقدر أجيب تمن وبعد كده بدأت أجيب الأجور بتاعتي كل جنيه سرب بدأت أحسبه يبقى إحنا دايما متعودين أول خطوة عندي مجموع الأجزاء وبعد كده بجمع عندي الأوزان إذا كان عندي أكتر من وزن وبعد كده بجيب الأتمان بتاعتهم أو تمن الكمية وبعد كده بأخذ الأجور طب عايزين نشوف التمرين ده مع بعض وإن شاء الله لو ما فيش وقت يبقى هنكمله المرة اللي جاية بيقول لي التمرين ده رقم خمسة صفحة تمانية وسبعين وده طلب كتير طلبوه مننا على اليوتيوب بقول يرى التشغيل مية وخمسين دست بلوفرات رجالي بعرض خمسين سنتي وطول سبعين سنتي ويحتاج البلوفر قطعتين واحدة للصدر والأخرى للضهر والماكينة جوج عشر إنجليزي والإبر من الوجهين بس هو مديني فيه فكرة جديدة قال لي ترتيب الإبر للواجه الأمامي إبرة داخل الشغل وإبرة خارج الشغل والواجه الخلفي إبرتين داخل الشغل وإبرة خارج الشغل ومتوسط طول الغرزة خمسة وسبعين من مية سنتي طب هي دي كانت فكرة المسألة الوحيدة لا ده قال لي كمان الخيط رقم تلتمية دينيار سمن الرطل منه سبعتاشر جنيه طب يا عم الحج ده إحنا شغالين دايماً الدينيار بالكيلو جرام ليه قرتلي دلوقتي سمن الرطل آه يبقى أنا لازم أحول يبقى استهلاك الخيط أربعة في المية ووزن خيط الكوت للبلوفر الواحد خمسة عشر من مية رطل نكمل مسألتنا قال لي الأجور ومصاريف أجرة اللاف والتدوير واحد جنيه للرطل أجرة التشغيل للبلوفر تلاتة جنيه أجرة تشتيب الدستة خمسة عشر جنيه والأرباح خمسة وعشرين في المية من جملة التكاليف طالب مني وزن الخيط للبلوفر الواحد بالرطل اتنين وزن الخيط للكمية كلها تلاتة جملة التكاليف واربعة سمن بيع البلوفر طبعا المسألة دي دا سيمة جدا وفيها أفكار جميلة جدا وعجبني جدا الطلبة اللي باعتت تطلبها يبقى معنا كده ان الطلبة فعلا بدأت تزاكر بدأت تتفاعل معنا بدأت تتفاعل معنا عشان نحل مسائلنا كلها المسألة دي فكرتها اني فيها ترتيب طبعا عشان وقت حلقتنا انتهى مش هنقدر نكملها النهاردة على وعد ان شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ بيها ونشوف فكرتها ايه ونحلها مع بعض بإذن الله اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا معايا واشوفكم حلقات دانيا جاية كتير بإذن الله على وعد باللقاء جديد اتمنى ان انا شوف اراءكو وتعليقاتكو وعمعنا على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته